اه طبعا ما كناش نتخيل بعد ثورة يناير ان هيبقى فيكت لكن انا عادي الموضوع بالنسبة لي عادي ليه علاء مبارك شخصها شهيرة شهيرة زي زي اي نجم يعني النهاردة لو شفنا اي فنان اي فنان موجود النهاردة بيصلي هتلاقي الناس كلها تلمت عليه وسلموا عليه ورحبوا به عادي جدا مش معنى ان الناس ملفوفة وملمومة حوالين علاء مبارك انه هم يعني بيقولوا يعني اهلا بيك ده انت يا ريت الزمن بتاعك يرجع لا ما قولوا احنا فيه دلوقتي من نتاج الزمن اللي فات ما قولوا في 30 سنة اللي فاتوا دولت كنا حافظنا على الرقعة الزراعية كناش وصلنا لللي احنا فيه لو كان فيه بنية تحتية وفيه شغل بيتعمل في الطرق وفيه شغل بيتعمل في المدن الجديدة وفيه شغل في المصانع وفيه شغل كذا وفيه شغل كذا كناش وصلنا اللي احنا فيه واللي احنا وصلنا فيه دلوقتي نتيجة الاحداث بتاعت النهاردة او النهاردة او من سنة او من اثنين او من خمسة او من عشرة وطرقوا مات فالفيديو ده اندل فبيدل على ان هو شخصية شهيرة شهيرة زي من الناس بتشوف ممثل بتجي تتصور معاه بيشوفوا لعب كرة بيجي تتصوروا معاه اه اه عادي عادي جدا يعني النهاردة لو شكبالة ماشي في اله بيصلي في المسجد الحسين الناس كلها هتوح تسلم عليه لو اي حد ساعد الصغاش لو موجود لوقتي في مسجد الحسين الناس كلها هتوح تسلم عليه واهلا بيك وبتاع واخدوا صور معاها وبتاع على اساس انه ما يوروها الولادة ان احنا تصورنا مع علاء مبارك فمش عايز يعني الموضوع ياخد اكبر من حجمه ونفضل نقول بقى يعني احنا شعب طيب بطبعنا يعني يعني شعب طيب وبينصى بسرعة لكن انا حبيت اعلق عليه كونه نجم من نجوم نجم شهير راجل شهير يعني